للعرضين للصحف عن موضوع استقبال مصر العدد من مصابي حادث التفجيرين اللي كانوا حصلوا في بني غازي والمتحدث باسم الجيش الليبي كان قال إن 117 شهيد ومصاب بينهم مصريان في اتنين مصريين في تفجيري بني غازي وطبعا كان تفجيرين يعني في منتهى الصعوبة وزي ما قلت لحضراتكم إنه كان فيه استهداف لبعض العناصر الأجهزة الأمنية وكان فيه مؤتمر صحفي للعميد أحمد المسماري تحدث فيه عن ضحايا تفجيري البني غازي وإنهم بلغوا 55 شهيد إحنا كان لغاية الحلقة اللي فاتت كان حاجة و40 شهيد التقارير النهائية هو 55 بينهم اتنين مصريين وطفل يبلغ عمره عشرة سنوات و62 مصاب وإنه قالوا إنه هيتم تركيب كاميرات خلي الفيديو برضو عشان الناس تشوف قد إيه كانت الدنيا صعبة جدا على فكرة قلت لكم إن التفجير حصل بإنه عربية الأول انفجرت عند الجامعة وبعدها بعشر دقائق ولما جات الإسعاف وتلموا الناس بعدها بعشر دقائق كتا عربية تانية انفجرت وكان استهداف قيادات أمنية في هذا الأمر وبيقل لهم شاركوا الخليفة حفتر في الكرامة في عملية الكرامة المسماري أوضح إنه هيتم تركيب كاميرات بكافة شوارع بني غازي لاتخاذ الحيطة والحذر وإنه هيكون فيه رصد كافة الأدوار المشبوهة من قبل الجامعات المتطرفة وإنه يجب على يعني كان بيناشد المواطنين إنهم يبلغوا عن أي سيارة غريبة يمر على وقفها في أي مكان أكتر من 12 ساعة وشوارع مدينة بني غازي الليبية كانت المحيطة بمسجد باعة الردوان تحولت إلى بركة دماء المسجد اللي حصل عنده التفجير ده كان بركة الردوان تحولت إلى باعة الردوان وتحولت إلى بركة دماء والمكان شهد مساء الثلاثاء تفجيرا بسيارتين مفخختين استهدافا مصلين بعد خروجهم من المسجد في أعنف هجوم إرهابي وأكثر دموية شهدته مدينة بني غازي منذ سنوات في بعض المواقع تدولت صورة لمواطن المصري الذي لقى مصرعه في التفجيرات وقالوا أنه يعني هو المسماري كان أعلن على اتنين فكان فيه صورة منشورة لمواطن المواطن ده قالوا عليه أنه هو أحمد علي عثمان أحمد علي عثمان قالوا أنه هو من الاتنين اللي راحوا ضحية الأعمال اللي كانت للأسف الشديد في هذا التفجيرين التفجير السيارتين اللي كان عند الجامع في ليبيا مساء السلساء نتمنى الشفاء طبعا لكل المصابين اللي بيتعالجوا في ليبيا أو اللجوم هنا اللجوم مصري يعني عفوا يتعالجوا في مستشفات القوات المسلحة ووزير الخارجية الحكومة المؤقتة كان الحقيقة يعني أشاد بموقف مصر بشأن جرحة تفجير بني غازي يعني أنه فعلا يعني زي ما أنتم شايفين هي عملية نقل المصابين علشان يتعالجوا في مستشفات القوات المسلحة وأن دي كان بتوجيه من الرئيس السيسي ومن الفريق أول صدقي صبحي وزير القاد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المتاج الحربي وأنه أمر بتقديم كافة أوجيه الرعاية الطبية وبناء عليه طبعا وزير خارجية الحكومة المؤقتة محمد الدائري كان رحب بمبادرة الرئيس السيسي وشكره طبعا على هذه المبادرة كانت هناك طبعا دول عديدة أدانت هذه العملية الإرهابية إلى الآن لم أرى أي أخبار لأي جهة تعلن مسؤوليتها عن هذا الحادث أما بخصوص ما تم بالنسبة لدافوس واللي بيحصل فيه وعلى هامش هذا المؤتمر الاقتصادي كان فيه لقاءات متعددة وكان فيه كلمة لدونالد ترامب ترامب طبعا حضر المؤتمر وشكك في احتمال استقناف مفاوضات بين إسرائيل وفلسطينيين دي يمكن كانت من أهم الأمور وهو قال أن الفلسطينيين مش بيحترموا أمريكا لأنهم رفضوا أنهم ما يستقبلوا بينس أو يلتقوا ببينس وحمل دونالد ترامب الفلسطينيين المسؤولية في حال توقفت المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين طبعا حالتكم تعلمون أن فلسطين رفضة أن تكون أساسا لأمريكا أو ترامب أي دور في هذه العملية أبدى الفلسطينيون عدم احترام انتجاهنا قبل نحو أسبوع بعدم سماحهم لنائب الرئيس مايك بينس بمقابلتهم نحن نعطيهم مئات الملايين من الدولارات مساعدات ودعما وهي أرقام هائلة أرقام لا يفهمها أحد هذه الأموال مطروحة على الطاولة وهي لن تذهب إليهم ما لم يجلسوا ويتفاوضوا من أجل السلام طبعا كان ردا على عدم على إعلان فلسطينيين أنهم مش يقابلوا بينس نيكي هالي هي المتحدثة من دوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن كانت قالت مبارح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهانا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأن عباس رفض دور واشنطن في عملية السلام وقالت في كلمة لها بمجلس الأمن أن عباس أعلن خلال اجتماع المجلس المركز الفلسطيني عن وفاة اتفاقية أسلو وأهانا الرئيس الأمريكي ودعا إلى تعليق الاعتراف بإسرائيل وقالت هيلي أن خطاب عباس اللي بيغوص في نظرات المؤامرة الشائنة والتافهة ليس خطاب شخص يمتلك الشجاعة والرغبة في السلام وبناء عليه كانت التهديدات بالنسبة لحجب المساعدات المالية عن الأونروا وأيضا أن دونالد ترامب كمان قال أنه ملتزم بقراري الأخير في حجب أكبر أكثر من نصف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اللي هو الأونروا اللي بيقدر بنحو 125 مليون دولار وهي الخطوة التي ندد بها الفلسطينيون وعدوها واعتبروها ابتزازا أضاف دونالد ترامب أنه يقدم الأموال للفلسطينيين لكنهم لا يفعلون أي شيء في المقابل قال دونالد ترامب أستطيع أخباركم بأن إسرائيل تريد تحقيق السلام وأنه يتعين على الفلسطينيين في المقابل أن يسعوا بدورهم لتحقيق السلام وإلا فأننا لن نفعل أي شيء حيال تلك القضية بعد الآن يعني تهديد صريح من دونالد ترامب وأثار هذا الأمر في المؤتمر على هامش زيان بقول لحضراتكم المؤتمر اللي هو في منتجع دافوس السويسري أيضا كان فيه تعليق على هذا الموضوع كان فيه عريقات أمين سر لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال أنه السلام أزيح عن طويلة المفاوضات بعد رفع قضية القدس لأنه ترامب قال أن المفاوضات هتكون بدون أي ذكر للقدس وعلى أساس أن هذا أمر واقع بأن القدس عاصمة لإسرائيل شن عريقات هجوما حدا عن رئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تصريحاته الأخيرة وقال في بيان خاصة أنها تؤكد عدم أهلياته في رعاية أي عملية سلمية قال عريقات أن قضية القدس لم يتم إزاحتها عن طويلة المفاوضات وإنما تم إزاحة الولايات المتحدة خارج الإجماع الدولي الجيش الإسرائيلي قال أن موقفنا قوي بسبب ضعف الدول العربية اعتبر الجيش الإسرائيلي في استراتيجياته الدفاعية أن التهديد الشيعي يعتبر الأخطر بالنسبة لإسرائيل لكن موقفها مزال قويا بسبب ضعف الدول العربية شدد الجيش في وثيقة استراتيجية تم توزعها بين العسكريين وفي إسرائيل منذ شهرين ونشرت مقتطفات منها لأول مرة اليوم الجمعة من قبل صحيفة أارتز الإسرائيلية شددت على الدور المحوري لإيران في تعزيز النفوذ الشيعي لا سيام عبر تعاونها مع حزب الله اللبناني وخلق احتمال لاندلاع أعمال قتالية عبر نشر وحدات مسلحة شيعية قرب حدود إسرائيل مع سوريا في هضبة الجولان الرياض ردت بحزم في مجلس الأمن على قرار الاعتراف بالقدس عاصمة الإسرائيل ولكن كل هذا الأمر يمكن أنا زي ما قلت لحضراتكم أنه لم تصفر عن شيء كل قرارات مجلس الأمن لم تلزم إسرائيل بأي شيء ولم تأتي بأي نتيجة حتى في مجلس الأمن بالنسبة لموضوع أيضا الموضوع الخاص بعملية غصن الزيتون لم تصمر بأي شيء للأسف الشديد كلها بتبقى كلمات وشاجب وإيدانة ومعرفش إيه ولكن ما فيش أي أمور قوية بنشوفها بنكمل معاكم بالنسبة للمنتجع السويسري دافوس بأن دونالد ترامب دعا بيقول ندعو شرقائنا إلى مواجهة دعم إيران للإرهاب وقطع الطريق أمام امتلاكها سلاحا نوويا وده برضو من الحاجات المهمة جدا أن الرئيس النهاردة كان له كلمة أمام منتدى دافوس الاقتصادي قال أن التحالف الدولي اللي بتقوده واشنطن استعاد معظم الأراضي اللي سيطر عليها تنظيم داعش في العراق وسوريا ودعى ترامب شرقاء الولايات المتحدة إلى قطع الطريق أمام حصول إيران على سلاح نووي برضو كانت فيه رسائل مهمة جدا بالنسبة لدافوس من ناحية أنه موضوع أمريكا أولا ومن ناحية التعاون التجاري وأنه يجب على أنه يكون فيه تبادل تجاري حر ولكن لازم أمريكا تستفيد حاول أنه هو يوضح لهم الأمور ده ودعى دونالد ترامب الدول العالم أن تستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية ويقال لهم في خطاب اللقاء السنوي لدافوس أن بلاده حسنت من نظام الدرائب والجمارك ما يجعلها بيئة جيدة للاستثمار والاستفادة من الأياد العاملة الآن أفضل من أي وقت مضى حذرت رامب شركاء تجاريين من أن واشنطن لن تتسامح مع التجارة غير العادلة وأن الممارسات المسيئة تشوه الأسواق قال لا يمكن أن يكون لدينا تجارة حرة ومنفتحة إذا استغلت بعض الدول النظام على حساب آخرين طبعا برضو ترامب بيعرض الجنسية لنحو مليونية مهاجر غير شرعي بينهم الحالمون اللي هم موضوع داكا وأساءل إعلام أمريكية بتقول ترامب سعى إلى أقالة المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي اللي هو مولر وأنه فيه كلام اليومين دول بيقولوا أنه كان مولر بيسعى أنه ترامب يدلي بالشهادة في تحقيق تدخل روسيا في الانتخابات فيه برضو حاجة مهمة جدا واشنطن توسع قائمتها للعقوبات على طالبان وشبكة حقاني بالنسبة لأفغانستان فيه برضو من الحاجات المهمة زي ما قلت لحضراتكم موضوع أنه اللي هي غصن الزيتون فيه إعلان عن تدمير تلات دبابات تركيا قرب عفرين كمان تركيا أعلنت تدمير 25 هدف في إطار عملية غصن الزيتون اللافت من النظر الحقيقة أنه وزير الخارجية التركي بيقول لا منطقة أمينة في سوريا قبل حل أزمة الثقة مع واشنطن وكانوا بيحاولوا برضو يوصلوا لحاجة في المنتصف في بعض التصريحات اللي كانت بتقول لا ما فيش أزمة ولا حاجة ما بين تركيا وما بين سوريا ولكن للأسف الشديد الأمر ده مازال إلى الآن آخر حاجة يمكن عايزة برضو أقول لحضراتكم عليها لو معنا الخرايط بس علشان نشوف أنه أعلن النهاردة أردغان أنه هو بعد عملية عفرين هيحاول أنه هو يدخل على المنطقة اللي هي الخاصة بمنطقة المينبج فأنا كنت عايزة بس أوري لحضراتكم للمشهد شكل إيه الخريطة أنه بعد كده هيدخل أردغان قال أنه هندخل مينبج وأنه مش مفروض أنه في حد يعني يكون متضرر من هذه العملية وده بعد الدخول إلى منطقة منبج يعني للأسف الشديد غالبا مش معنا الخرايط لكن ده اللي كان متخوفين منه وحالأقراض في تركيا ما زالوا يقوموا ببعض التظاهرات والاعتراضات على هذه العملية وأنه هل دي إبادة للأقراض ولا زي ما بيقول دونالد ترامب أنه هو بيحارب الإرهابيين هتكمل العملية زي ما قال أردغان وهنشوف معاكم إن شاء الله الحلقة الجاية إيه التطورات في عملية غصن الزيتون والتطورات أيضا على مستوى الأحداث العالمية اشتركوا في القناة